اشتركوا في القناة وده شيء كويس بصراحة انا احب ان الافلام المصرية تكون متوزعة خلال السنة بدل موضوع لكشة الافلام اللي بتنزل في المواسم وبعد كده ما بين كل لكشة والتانية فيه فراغ وانا اتوقع ان الاسبوع ده هيكون غاني عندنا على فيلم جامد على مستوى التريلرز لان زي ما انتوا عارفين دلوقتي شغال الكوميك كون بتاع سان ديجو نزلت بالفعل التيزر بتاعت جون ويكفور نزلت بالفعل التيزر بتاعت شازام ودي حاجات انا عاوز اعملها بس قلت ابتدي بالفيلم العربي فيارد تقولولي في الكومنس بعد التريلر رياكشن دي ايه اكتر حاجة عاوزيني اعمل لها تريلر رياكشن في الحلقة اللي جاية وده طبعا بعد ما تنزلوا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لغا ما كنتوش مشتركين ويلا بينا نشوف التريلر اللي كالعادة ما شفتهاش ولا مرة حشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا انا عايزة بالله عموتها وانا عايزة بالله عم بابا وطلب من القليباني ادم بيعمل قصة حياتي في المعرب ويسميه البايرة ما هذا الاختراع المسمى بالزوائيك ما هذا الكائن المسمى بالمرأة انت بتغفل الباب ليه هل تقبلينا ان تكوني زوجتي؟ اي دو ديك في امه بتاع عليش هكون ريه مني لانهم طبعا يختي عليك انت شعرت مبكوش ولاعب في نفس الوقت تقولي اي حالا؟ بقولك سامع كويس ماما ماما حميني كده مصة يا زهية انتي بالنسبة لي أخت او بالمنظر اللي انا شايفه ده سيستر مصص لا مش قصدي راسي انتي انت الحيتي تنقشي اسمي على دي بليتيك مالي وشوف تبتتو لو معاك العمر يقولك التوع تحب إذران الكل فيه ستوبل النقد ستوبل الغلاسة ستوبل المنط ميوت سماء ونصيف هبعيدو أغيبو ألاقي حبيبة غيرو حق بالو مش هنا قلت باتها وبيش نحية البدروم شو قلت البدروم؟ انا سمحتها لبيت دروم تسراي سيخت همك وبيعيها يا زهية انتي ما تربطيش فروب يا زهية اللي وده انا هاخده حصر تعرف يعني فوكس بالانجليزي يا لأ انا بقى لسنين طويلها بحفر النفاق ده عشان اخروب منه انت قربت مش هاروا ستلس تاي كوندو سبع عشان ما باش هده ستلس الكلام شغلانة دي تنسوها ترمي بنا الدنيا في طرق عجيبة كنا غرباء فلل بتاع ده ونامي فلل بتاع ده ونامي رادر خلال تقالي دي نهاية التريلر خلاص صح? وحشة اه اه انا ما عليشش بق انا ما فهمتش الحدوتة بص هو اولا انا عندي اه شعور متضارب تجاه ظهور اه دلال عبدالعزيز في التريلر واحنا عارفين انها رحلت عننا فعلى ما يبدو ده اخر دور لها فانا سعيد وحزين في نفس الوقت ان انا شفتها في التريلر طبعا سعيد ان انا لسه هشوفها في عامل الاخير وطبعا حزين لان انا افتكرت راحلها وقدي ايه احنا كنا بنحبها وبنحب اعملها على مستوى التريلر نفسها انا ما فهمتش الحدوتة خالص فيه 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 قصد كبير للاستعراض ضيوف الشرف اللي موجودين ووضح بشكل كبير ان هم ضيوف شرف معتقدش ان هم حيبقوا شخصيات داخل الفيلم نفسه اه الافهات اللي تم طرحها والنكت اللي تم طرحها مش عارف مش كلها جايبة معايمة فيش حاجة دمها تقيل زي اعمال اخرى بيقصدوا ان هم يستعرضوا فيها بعض النكت وبعض الافهات اللي دمها تقيل فعلا المرة دي لأ المرة دي هم بيحاولوا يطلعوا حاجات كتير من اللي موجودة في الفيلم نفسه بس مش حاسس انها جامدة قوي مش حاسس انها يعني لو ده سقف الكوميديا اللي موجود في الفيلم يبقى احنا طيب اعايز اتفرج تاني انا هتفرج مع نفسي مرة كده على بعضها واحاول انا افهم او اركز شوية في الافهات يمكن ان التركيزي ما كانش في محله اتمنى ان انطباعي عن التريلر يكون افضل بعد المشاهدة التانية وبعد التفصيص انا اتفرجت على التريلر مرة اخرى حاسس ان انا ابتدت قلقت شوية ايه موضوع الحدوتة وغالبا حاطلع غلط يعني بس على الاقل لقيت حاجة مشدودة على بعضها كده تعالوا بقى انفصص واتمنى برضو ان انطباعي الاول يتغير تمام فاحنا فيلم بتاعنا بكل تأكيد رومانتك كوميدي وده احنا عارفينه من قبل ما نفتح التريلر خالص البطولة لدنيا سامير غانم اللي ما عملتش السينما من سنة الفين وستاشر فيلم لفه دوران الحمدلله على السلامة والبطولة لهشام ماجد اللي بيشتغل اللي بيجتهد اللي يعتبر من افضل ممثلين الكوميديا اصحاب الافلام اللي بتحقق نجاح كذلك وانا شخصيا بحبه جدا ويبدو ان الاحداث بتقودهم في طريق زواج بالسبب لخبطة او سوء تفاهم او ايا كان اللي حصل يعني اطرافه الاخرين هما والد هشام ماجد اللي بيقدمه بيومي فؤاد ووالدة دنيا سامير غانم اللي بتقدمها دلال عبدالعزيز فلو الفكرة ليها علاقة باللي انا قلت وده يبقى من اهم ادوات بيع الفيلم الشقوات والكوميديا اللي ممكن تطلع من بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز اللي اعتقد انها مش مخدمة ومش متقدمة مش عايز اقول بس مش كويس تقريبا اطلاقا في التريلر فهل هو ده سوء التفاهم انها عرفت ان في عريس جاي فحضرت نفسها الاساس ان هو جاي لها هي بينما العريس الحقيقي هو والد هشام ماجد اللي جاي عشان يخطب امها بس ليه سوء تفاهم زي ده يقضنا السكة كلها لغاية الجواز فعلا برضو التريلر بتوضح لنا ان فيه نوع من انواع الاندلاء من البنت تجاهه هو دي الحاجات اللي كنا عوزين منها اكتر فعلا يا فكرة انت بالنسبة لي اخته والموضوع دوات يبقى هي اللي مدلوقة عليه اول افيه جامت في تقديري الشخصي في الثانية ستة وتلاتين لما بيقول لها يا امتي لحقتي تنقوشي اسمي عالدابلة فبتقوله ما لو شفت التتو اي لوفت نبتدي بقى استعراض دي وفي الشرف واتمنى اطلع غلطان وتطلع الادوار دي كبيرة يمكن بعد كده بقى نركز على العلاقة والتأملات بتاعة الصور النمطية لمنظور المرأة للرجل ومنظور الرجل للمرأة ودي حاجات ضريفة ممكن يطلع منها حاجات كويسة وعلى ما اعتقد شريف نجيب مؤلف الفيلم بيحبها ما يبقاش فيلم مصري مؤخرا طبعا من غير ما يكون فيه اغنية بس على الاقل اغنية من الشخصيات ده شيء كويس على منتصف التريلر تقريبا بتبتدي تظهر معالم للأكشن ودي حاجة برضو يعني انطباعي الاول مرحبش بيها اول لوسي في دور زعيمة عصابة او حاجة زي كده وطبعا علاقتنا بيها مش مشروحة خالص مش فاهم مين اللي سحب السيف ده مش فاهم حاسس نفيه لقطات كتير عشوائية وما فيهاش حاجة بتضحك ومش مفهومة الحقيقة بقى الاكشن بتعلقتها دي ضريف المزيد والمزيد من ضيوف الشرف مين برضك مين برضو الايفيبتا عن نفق ده مش وحش نااااا برضك مين هو بما ان في البداية كان بيقول انا جاي ابلغ وهي جاي اتبلغ يبقى ابو وامها دخليم مع بعض في انشطة اجرامية مثلا تسليم اهالي وسلسلة في اخرها قلبين واشارات رومانسية وكلام زي ده برضو التريلر مش مدلل عليه لا بصراحة بعد المشاهدة التانية وبعد التفصيص انطباعي زي ما هو الفيلم ده ممكن يكون فيلم حلو جدا وانا ما زلت متفائل انه هيتلع فيلم حلو ان شاء الله ولكن التريلر مش حلو التأليف للشريف نجيب اللي قدم لنا قبل كده لا تراجع ولا استسلام سيمة علي بابا من الافلام اللي الناس كتيرا ما بتحبهاش انا شخصيا بحبه جدا ومقتنع نوعقري مش بس بحبه كلب بلدي ما كانش احسن حاجة في الدنيا واخر افلامه هو فرق خبرة للأسف انا ما شوفتوش الاخراج لخالد الحلفاوي احد مخرجين الكوميديا اللي انا شخصيا بحبهم جدا بقى عمل قبل كده من الافلام اللي انا بحبها خلاويس ومسلسل الوصية اللي هو مش فيلم وفيلم نادي الرجال السري واتصور ده فيلمه الاحدث يعني اخر فيلم اللي نادي رجال السري ما بين الاثنين عمل مسلسلات منهم مسلسل مكتوبة علي بتاع اكرم حسني اللي كان كويس الحقيقة يعني ما تبعتش المسلسلات بتاع تصنى اللي فاتت بس من اللي شفته من مكتوب علي كان معقول معاد عرض الفيلم هو تلاتة اغسطس ونسبة ترقبي لي هي تسعة من عشرة ليها علاقة بكل حاجة اعرفها عن الفيلم بعيدا عن التريلر الابطال المؤلف المخرج فكرة الرومانتك كوميدي فكرة الكلام ده كله يوصل الدنيا معايا تسعة من عشرة والواحد ده بس لان لو التريلر كانت بعيت لي الدنيا اكتر من كده كنا وصلنا عشرة من عشرة بس اما مش عايز بقى اقعد عزيز وعيد في كلام سلبي على فيلم انا متفائل بيه اصلا بس تريلر ما عجبتنيش ده رأيي وده انطباعي وده نسبة ترقبي الاهم منهم رأيكم منطبعاتكم ونسب ترقبكم يا ريت تساهموا بيهم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابقوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي